السلام عليكم هذه المحاضرة الأولى من الانزيمات من البيو كيمستري طبعا الانزيمات صعبة طلاب واجهوا بها صعوبة فراح اشرحها بالتفصيل المحاضرة الأولى والثانية بيهن بعض الاشكالات فهس راح ادي بالأولى وراح اتفصل بيها اذا شفت المحاضرة تاخد وقته واحد اهتمال راح اسويها جزئيا فهسا نمدي بالانزيمات اول شي نمدي بالاهمية البيوميديكال الانزيمات بيولوجيك بوليمرز والامراض يعني شو نقول حيوية لاتكاتلائز كيميكال رياكشنز عوام المساعدة بالتفاعلات الكيميائية اللي يتخلي الحياة يتخلي الحياة يعني نفس شو نقول ممكنة وجود والحفاظ على كمية من الانزيمات مهم حتى يعني شو نسوي كسر للنيوترينتس يعني شون كان ما نازم نحتاج مجموعة من الانزيمات تكون هاي الضرورية اللي يتكسر بعض المواد الغذائية حتى توفر الطاقة والكيميكال بلدنك بلوص يعني المواد الأساسية في البناء حتى بعدين تتجمع هاي البلدنك بلوكس المواد الأساسية هو تكوّل لنا مثلا بروتين أو DNA أو أو تشو يعني المهم الأشياء الأساسية اللي نحتاجها كآنات حية وحتى توفر الطاقة اللي تحتاجها الخلية بالموتيراتي مثل خلايا الدفاعية أو الخلايا اللي تتنكمش مثل الخلايا العضرية طبعا باستثناء بعض الانزيمات اللي تكون بالRNA والريبوزومات كل الانزيمات تكون بروتينات بقية الانزيمات كلهن رح يكون بروتينات يعني إذا صارت أو بعض الانزيمات رح تكون الفعالية ماتة رح تقل بعض الانزيمات المهمة رح تتسوي شنو يعني الطرابات جينية أو الطرابات غذائية أو حتى ممكن تسألك سموم فالنزيمات الانزيمات اللي بيها مشكلة رح تنتج من من تعديلات جينية أو بواسطة بواسطة أو بكتريال مثل الفيبرو كوليرا ميديكل ساينتست العلماء الطبيين أو يعني العلماء الطيب باستخدام فارمكولوجيكال ايجنس فارمكولوجيكال ايجنس رح تسوي شنو انهيبت سبيسيفك انزيم رح تمنع عمل بعض الانزيمات فبالتالي رح تسوي توازن بين إذا كان أكو انزيمات مرتفعة أو من خفضة فرح تساعدنا هذا بالجين ترافي وتقلل بعض المشاكل اللي رح تسببها يعني شون كلمة مستويات الانزيمات أو المستوى العمال مالها إذا كان بمشكلة مختصر هذه الفقرة انه العلماء الطب سيستخدمون فارمكولوجيكال ايجنس حتى يمنعون نشاط أو يوازنون نشاط بعض الانزيمات حتى يمنعون بعض المشاكل اللي يتنتج من مستوى الانزيمات العاري أو العمل مالها الغير صحيح الآن جيد التركيب أو طبيعة الانزيمات الانزيمات بروتينات يتنتجها بواسطة كل الأعضاء الحيئة يعني هي أصلا موجودة بالدخلية نستيتها فكل الأعضاء موجود بها انزيمات تمتلك موليكولارويت عاري وهي مواد أصلا متكونها من سلاسل من الامينو أسد مرتبطة بواسطة بيبتايد بونت الموليكولارويت يتراوح من عشر ارتراف إلى مليونين ستمتلك الانزيمات أجزاء غير بروتينية ومتل آيون مرتبطة مباشرة بالسبستريت أو الكاتالايسيس أو يعني سترتبط مكان ارتباط السبستريت أو تشتغط كعوامل مساعدة راه يسمونها بروستيتك جروب المجامع الصناعية أو كوفاكترز عوامل مساعدة أو كوينزيم شكرا هذه تقوم بإمكاني تقوم بإمكاني هاي العوامل راح تزيد قابلية الانزايم يعني شون كأنما تزيد امكانيته بزيادة معدل التفاعلات من خلال زيادة عدد الفونشنل جروب الموجودة على الامينو أسد سايد تشين يعني تخلي زيادة بعدد الفونشنل جروب المجامع الفعال الموجودة على السلسلة منات الامينو أسد هسا نجي للبروستاتيك جروب إذ هي المجامع المساعدة أو المصنعة أو المجامع الصناعية يتم تمييزها من خلال يعني شون نقول من خلال وجودها المحكم أو تدخيلها المستقر بالتركيب مالها الموجود بداخل البروتين بواسطة كوفيلنت أو نون كوفيلنت فورسيس بواسطة يعني أواصر كوفيلنت أو نون كوفيلنت على سبيل المثال هنا منطقة أمثلة الميتل هنا أكثر شيوعا هنا هو خلي ملاحظة بالأخير في آخر الفقرة كاتبية الميتل هي أكثر المجامع الصناعية المساعدة للإنزيمات الأكثر شيوعا الآن سنجي الميتالو إنزايم إنزايم كونتينج متال آيون يقول أنه هاي الميتال راح ترتبط بشكل مباشر للإنزايم بالأكتف ستركتشور يعني بالهيكل الفعال ما للإنزيم أو راح ترتبط المجموعة مرتبطة بالإنزيم مجموعة غير بروتينية مرتبطة بالإنزيم على سبيل المثال السايتوكروم مرتبط بالفردين والكوفر الكاتاكول أوكسيديز مرتبط به الكوفر الكاربونيك أنهايدريز مرتبط به الزينك وتقريبا ثلث الإنزيمات المعروفة هي متالو إنزايم الميتال آيون يتخلي الميتالو إنزايم تقوم بعملها مثل الريدوكس رياكشن يعني مجاميع أو التفاعلات الأكسل أو الاختزال اللي ما راح تصير إلا اللي ما راح تصير بالحالة الطبيعية بعد موجود هاي الآيونات بسبب الميتد سيت أو فانشن جروب بسبب قلة المجاميع الفعالة الموجودة على الأمينو أسيد هنا مثلا مثلا مثال يقول ذرة الحديد في أغلب السيتوكرومات راح تكون متواجدة بمجموعة سهيم يعني هسا وضحت أنه الفكرة يعني الإنزيمات الميتالو إنزايم راح تحتاج الإيونات المعدنية حتى تقوم بعمل يعني حتى تقوم بعملها آيزو إنزايم خلال شوية مهم يعني بفكرة حلوق يعني عدة أشكال من نفس الإنزيم راح تسوي نفس التفاعل الإنزيم يكون التفاعلات محتلة جدا فممكن تلقى تفاعل واحد يسوونها أكثر من إنزيم بس مستحيل تلقى إنزيم يقوم بأكثر من نوع من تفاعل الإنزيمات يكون عملها محدد وثابت ما يتغير لازم يعني يسوي نوع واحد من التفاعلات مستحيل يعني إنزيم تلقى يسوي مثلا هيدرولايسيس وبنفس الوقت يعني يسوي دمج بين موليكيولارات ثانية هنا فقرة هاشفية تاريخية بس يعني ما بها شي مهم متصل ما لها كانوا يتوقعون أن الأيضمان المواد الطبيعية يكون ناتج من عملية أو تفاعل واحد بعدين كتشفوا إلا قالوا أنه أكو مواد تجيينها من أكثر من عملية أيضية أو أكثر من تفاعل أيضي يعني هذا المختصر الحجم هذا الفقرة كده فالمهم الفقرة البعتة يقول أنه مولتبل موليكيولار فورمس الأشكال الأشكال الجزائية المتعددة لإنزيم موجود بنفس العضو ويمتلك نفس الشغل ما للسبسترات يعني يشتغل على نفس السبسترات راح يسمونه ايزوزايم او ايزو انزايم يعني هاي الفقرة هو شون كانت تعريف اساسي او شون نقول تعريف ثاني للايزو انزايم نعيده يقول من انزيم معين راح يتواجهت باكثر من موليكولار فورم ويموجود بنفس العضو ويشتغل يمتلك نفس الفعالية على السبسترات نفسها راح يسمونه ايزوزايم او ايزو انزايم فهذا اكثر من مئة انزايم معروفات يمتلكون ايزوزايم مثل الامايداز يمتلك 16 ايزوزايم غزانجي لكو فاكتور يقول مواد غير بروتينية موجودات اما بالانزيمات او بالسبسترات هو يسبسترات موجودة يمتلكون نفس الشغل مع المجامع الصناعية لكن ولكن اكسل البروستاتيك جروب سيكون الالتساق او الدماج او الانزيم سيكون قابل للفصل ويقول اكسل البروستاتيك جروب يعني اكسل البروستاتيك جروب كوفاكتورز العوامل المساعدة لذلك يجب أن يكون موجودة في ميديوم سرعانج الانزيم لكتاليسيس لكتاليسيس يعني حتى يصير الكتاليسيس او يعني شوان كان ما حتى الانزيم يشتغل لازم يكون ندني الكوفاكتورز موجودات بالوسط المحيط بالانزيم اكثر الكوفاكتورز شيوعا هي المتال ايونز الانزيمات اللي تحتاج متل كعامل مساعد رح سمونها متل اكتيفيتد انزيم حتى على مدى نفرقهم من المتالو انزيم متل ايون رح تشتغل كبروستاتيك جروب بينما الانزيمات اللي تحتاج يعني بينما ال متل اكتيفيتد انزيم رح تحتاج الكوفاكتورز حتى تشتغل بصورة صحيحة function properly الكوفاكتورز كان بي يمكن اعتبارها helper molecules يعني جزيات مساعدة اللي رح تساعد الانزيمات بعملهم وصلنا للكو انزيم يتم يعني يشتغل خلينا نقول ها هنا بساطة يعني اسمالها مصطلح عربي نقول كأنما نفس البساطة يود يشتغل على نقل المواد داخل الخلية يقول or group transfer reagents عوامل ينقلون المواد السبسترات من مكان تصنيع الى مكان الاستهلاك مع ذلك انو هاي الانزيم ايضا يخلون المواد السبستراتات مستقرة مثل الهايدروجين ذرات الهايدروجين او الهايدرايد ايون سيكون غير مستقرة بالاوسط المائية الهايدرايد ايون والهايدروجين سيكون غير مستقرات الكو انزيم سيغلل من الاثنين مستقرات وغيرها من مواد كيميائية اللي هي راح تنشق يعني داخل الخلية يعني شون كان ما نقول مجامع فعالة او شي هسهنا مثل غروب او الاسل غروب او الاريغو ساكرايد راح يعني ينشق او يتكسر فها راح يتم نقل بواسطة الكو انزيم الكو انزيم والكوفاكتر والبروستاتيك جروب كل يعني مشتقات او يعني شون كان ما نقول اصناف من فيتامينات بي خاصة فيتامينات بي الذئب بالماء راح يوفر المواد الاساسية او مواد مهمة جدا لأدت كو انزيم ادنا هسه بعض مصطلحين اسمها الابو انزيم والهولو انزيم الابو انزيم هذا الجزء البروتيني الغير فعال اناكتف والهولو انزيم الجزء البروتيني مع الجزء الغير بروتيني الكونزيم سواء كان او او ان او او الابو انزيم هو فقط انزيم غير فعال الهولو انزيم الانزيم والكوفاكتر او الكونزيم مالته ورح يكون بشكل فعال رح يكون مستعد لإستقبال السبستريت حتى يسوي العملية مالته او الرياكشن مالته هيا سوصلنا الفقرات الانزيم مختصر هاي الفقرة مختصر يقول انه التفاعلات من نجري بالمختبر او مثلا بأي مكان ثاني اكو عوامل نضيف يسرعا من العملية مالته التفاعل سواء اكسدا او اختزال او فصل او اي نوع من نوع التفاعل نقدر احنا نتحكم به بسهولة وبحرية حتى نزيد السرعة التفاعل او نبطئها او نتلاعب بالتفاعل المشكلة داخل الخلية تفاعلات تصير داخل الخلية يعني صعوبة جدا صعوبة ان تتحكم بها فالله سبحانه وتعالى مخلي هاي الانزيمات تشتغل كعوام مساعدة يعني اكو بعض التفاعلات تحتاج طاقة جدا عالية حتى مثلا يقول الانزيمات سهل الطاقة اللي تحتاج هاي المواد حتى تتفاعل بالاضافة انه راح تسرع السرعة مت التفاعل يعني وراح تشتغل كشغل الفاكتورز اللي نستخدمها بالمختبرات مثل كل العوامل المساعدة اللي نستخدمها بالمختبر العوامل المساعدة الشيء شرطة يكون يكون ما يستهلك ويرجع لطبيعته يعني من خاص التفاعل كذلك الانزيمات الانزيمات يقول جداً عالية والانزيمات راح تكون مواد كلش متخصصة بعملها يعني تشتغل فقط مواد محددة يعني كلش تتخصص بنوعية التفاعل اللي تدخل بيها عكس بعض الكتاليست اللي هي يعني عكس بعض المواد المساعدة المستخدمة بالسنتي كيمستري يعني عكس بعض المواد اللي تكون عكس بعض المواد المساعدة اللي نستخدمها بالكمياء الصناعية والإنزيمات هو نقول راح تكون هاي المواد الإنزيمات Very specific النوع التفاعل اللي راح يعني تسهل الطاقة مالتا أو للسبستريت اللي راح يشتغل عليها يعني أو مجموعة من السبستريت اللي راح تكون قريبة على السبستريت الأساسي اللي مثلا إنزيم من هبيتاز وغير هن من زي كومباتاتف أو بعدين راح ناخذهم فالإنزيمات راح تكون جدا محددة باختيارية المواد اللي راح تشتغل عليها بعض المواد الكيمياء نستخدم أكثر من أنواع التفاعل و يعني على مواد مختلفة الأنزيمات لا الأنزيمات محددة هنا راح تكون نابعة أكوميزة الأنزيمات هي راح تكون ستريو سبيسيفيك ستريو سبيسيفيك هز راح نوضح ها يعني باختصار أنه راح تكون المادة راح تكون لها أكثر من شكل ممكن أن تكون نفس المواد نفس الترتيب مال الذهرات بس راح تكون معكوسة لشان ستريو ستريو أيزومير ستجعل التفاعل فقط النوع محين من الستريو أيزومير على سبيل المثال هزينا مثلا كاتب الأنزيمات راح تشتغل على D وما تشتغل على L شكورز أو أكو أنزيمات تشتغل على L أمينو 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 لماذا هذا يصبح أن الأنزيمات ستريو سبيسيفيك لأن السبس bitrate والأنزيم سيكون تركيبهم على شكل ثلاث الأبعاد سيكون ثلاث الأبعاد ل how far the substrato يكون مطابق anything الثلاث الأبعاد ıl active site al are الأنزيم أو أيضا سيحاول لأنزيمات التفاعل النقي الإنزيم إلى Chiral Alberg aud Δ مثلا ك 되 على يقول الانزيم اللي يسهل الرودكشن لبعض الاملاح البيروفيت البيروفيت احد انواع الاملاح راح ينتج فقط L-Lactate ما راح ينتج رميك ميكسجور يعني ما راح يسوي خريط من ال دي او ال ال ما راح يخلي يسوي خريط متساوي بين ال 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 لا راح يكون فقط L هذا انو هو السيريوس الخاصية مات الانزيمات علننا tailored هاي Potipse شكل ثلاثة ابعاد يقوم ٥ لازم يتيجي هنا رقم ١ لازم يتيح هنا ورقم ١ لازم يتيح هنا ورقم ١ لازم يتيجي هنا فا اذا اكسنا هذا ال 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 الnek Box ما راح يكون مطابق لشكل L-Active Site ما راح يكون النزيم الآن الانزيم سيكون ستيريو سبيسيفيك نأتي للأكتف سيت الأكتف سيت هو موقع سيتضبط به جزائة السبستريت وسيصير بالتفاعل الكيميائي الأكتف سيت هو مكان سيكون ثلاثة الأبعاد يتكون من مجاميع موجودة على الأمينو أسس سيكونس أو المجاميع الموجودة على المواقع مثل الأمينو أسس سيكون المونيمر المونيمر هو الأمينو أسس سيكون على أكوبيين فانكشنل جروب هو رح يتكون منعتها هو هذا الأكتف سيت فيقول المواقع المتعدة عن الأمينو أسس المرتبطة بالأمينو أسس بس شوية بعيدة يعني شون كان ما متكونة بها سلسلة وبها مثلا فانكشنل جروب بعيد رح يكون رح يرتبط بالسبستريت رح يكون رح يرتبط بالسبستريت رح يكون نرتبط بالسبستريت بشكل أقوى من المواقع اللي رح تكون قريبة على الأمينو أسس طبعا هذا الأكتف سيت رح ياخذ شكل يعني شون كان ما شق أو جيب إذا كريبس عن الأنزيم رح يكون كان ما شق ظاهر على الأنزيم مثل رايبو نيوكليز أو رح يكون مكان عميق داخل الأنزيم بحفرة عميقة داخل الأنزيم مثل 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 أنزيم الكربونيك أنهايدريز مثل أنزيم الكربونيك أنهايدريز بقية مولكيولات مثل الأنزيم يعني بقية الجزائيات مثل الأنزيم إما رح تكون ضرورية حتى تنطي الشكل الثلاثة الأبعاد مثل الـ Active Site الـ Catalytic Site هو نفس الـ Active Site أو رح تكون موجودة فقط يعني بس هيش كشكل هيكلي بدون أي وظيفة مثل هؤلاء هناك وكاتب Without any functional rule بدون أي دور وظيفي الـ Substrate رح يرتبط بالـ Active Site بموقع رح يكون مكمل للجزء الموجود على الـ Substrate وهذا يعني هذا الارتباط رح يكون شيء اسمه الـ Substrate في Catalytic Site complex نكمل بعد يقول هنا الـ Term Productive Binding هذا المصطر Productive Binding يطلقونه على معقد الناتج عن الاتساق مع الـ Substrate والـ Enzyme هنا أنا كاتب بهم يعني جاي وضحي شون الميكانيزم يقول Both Enzyme and Substrate Show Confirmational Changes رح تظهر تغيرات شو نقول شكلية أو هيكلية أو يعني Confirmational ماعرف شون نترجمها بالعربي هاي التغيرات رح تسوي يعني التغير بهيكل الـ Enzyme بهيكل الـ Substrate أثناء عملية الاتساق رح تضعف Potential Energy الطاقة الكامنة حتى يعني إذا ضعفت هاي الطاقة الكامنة مات الأواصر مات المركبات رح تسوي Reduction للـ Activation Energy رح تقلل مقدار الطاقة المطلوبة حتى يبدأ التفاعل So The Substrate is Converted into Product خلا وضح هنا بهذا السايل هنا كاتب هذا بلون الأحمر هذا الكيرف بلون الأحمر يوضح التفاعل بدون أنزيم يحتاج طاقة عالية شوفوا حتى أمود يبدأ التفاعل ويبدأ ويذهب الـ Intermediate وبعدين يذهب الـ Product هنا لا بالـ Enzyme سيقلل هذا المقدار كله هذا المقدار مات الطاقة كله سيختز للـ Enzyme يعني إذا كان لا يحتاج سأفعل التغيرات بشكل Substrate حتى أضعف بعض الأواصل والأربطة فبالتالي سأفعل Substrate Product هنا كاتب هنا نفس الحاجة عالية يقول Enzyme allow chemical reaction to occur fast enough to support life by lowering energy of activation for chemical reaction سيقل المقدار الطاقة المطلوبة حتى يبدأ التفاعل وهنا كاتب التعريف من Energy of activation طاقة التفعيل يعني طاقة بدء التفاعل يقول هي أقل مقدار بالطاقة المطلوب حتى تتحول الموريكيول يعني تتكسر أثناء التفاعل أو يعني يحدث فيها تغيرات هنا مخلي فقر موضح شون يعني ActiveSight شون رح يرتبط بشكل مثالي مع Substrate وهنا هم هذا الكرة هنا هم رسم توضيحي أنه هذا الشخص يحتاج الطاقة آية حتى يدحرج هذه الطوبة هنا بوجود الإنزيم رح يخفف مقدار الطاقة المطلوبة وبالتالي هذا الشخص رح يدحرج هاي طوبة بشكل أسرع وهنا هم مخلي إنزيمات يعني شون هنا هم مخلي التفاعل بدون إنزيم هنا شون الإنزيم رح سهل التفاعل و يعني فكرات توضيحية تقدر تقول هسا وصلنا للنظريات النظريات كلش بسيطة وسهلة رح أحاول أشرحها بطريقة لتفهمونها فهم أول نظريات لدينا أنكي يقفض المفتاح يهو سواها أمالي فشر بسنة ألف وثمانمية وأربعة و تسعين قال إنه السبستريت السبستريت رح والإنزيم رح يمتلكن رح يمتلكن شكل ثلاثة أبعد أو شكل هاي كادي رح يكون يعني شون نقول شكل مخصص يخلي السبستريت فت إجزاك 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 يعني رح يخلي السبستريت يعني شون كان ما يتناسب أو بالالتساق مالتاوي الإنزيم بشكل يعني مضبوط جدا فت إجزاك ف إجزاك يعني القفض يمثل الإنزيم والكي يمثل السبستريت يعني أو المادة المتكملة المطابقة للقفض هنا هم أمضح شون رح يصير يعني الارتباطات هنا هم بهذا الشكل أبسط بس المشكلة أمانة هذا التفسير مال هاي النظرية يقول ما رح تفسر الاستقرارية مات الأنزيمات يعني علميا يقول يعني هم يفهموا الموضوع قالوا إنه إذا الأنزيم من يرتبط بالسبستريت يلازم يغير الأنزيم من شكله حتى يسوي يضعف هاي الأواصر والروابط مات هالسبستريت فهنا يعني هو هذا الشكل هو جاي أحكي هاي أحكي بس بالعامية وبشكل بسيط فقال إذا كانت الأنزيمات كانت مناسبة جدا حتى تلتسق بالسبستريت فما رح تكون حاجة ما رح تكون هناك أي حاجة حتى اتغير بشكلها فبالتالي ما رح يصير تغير بالسبستريت أصلا يعني أسأل قفل والمفتاح أسأل قفل المفتاح إذا أفتح به قفل ونبق أسح به رح يتغير المفتاح ما رح يتغير فبالتالي إنه هاي النظرية فاشلة فقالوا نسوي نظرية ثانية اسمها الانديوستفت 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 نفس الحاجة قبل شوية الاكتشافه هو عالم اسمه كوشلاند ب1958 فهو اقترح هذا العالم انه الانزيم الاكتف سايت مالته رح يكون كونفورميشنالي رح يكون كونفورميشنالي فلوود يعني شن شكله على شكل سائل الانزيم نفسه رح يسوي تغيرات بالشكل مالته عنده 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 ارتباط السبستريت فرح يحفز بعض الأواصر بعض الأواصر والهيدروفوبك كارستريستيك خصائص الكارستريستيك على سطح الانزيم حتى يسوي شكل مناسب أو شكل محتف يضعف هذه الروابط الموجودة بالسبستريت باختصار نظرية الاندوز فت نفس الحاجة قبل شوية حجيتها هنا بهذا الكلام عنده قال الانزيم لازم يغير من شكله يعني ولو ستايللي هنا كاتبان ستايللي دقيقة دورها هذه لازم يغير من شكله ولو شوية حتى يضعف هذه الأواصر الموجودة بالسبستريت حتى يقدر يكسرها سواء هيدروليسيس أو غير تفاعلات هنا خلصت المحاضرة أتمنى استفادات ومنها المحاضرة شوية مطولة ويراد لها وقت وفهم ويعني شوية حتى يراد لها خلق يعني شوية عشرين سلايد واحد ممكن شوفها صعبة بسيطة يعني شغلات بس تفهمها بعدها ما تنساها فالهنا خلصت المحاضرة شكرا للاستماعك وما في عمان الله